لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عينك والكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الرد من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطبي من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى مشى بين الزحام بالاستتام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكى عند الولادة من الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاكا وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من يا حي قد أحياكا قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماكا وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباكا وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسيدنو وهي أبعد كل شيء من الذي أدناكا قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاكا وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا فاسأله بن نار من أوراكا وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من أرساكا وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فاسأله من بالماء شق صفاكا وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال سرى فاسأله من الذي أجراكا وإذا رأيت البحر بالماء الأجاج طغى فاسأله من الذي أطغاكا وإذا رأيت الليل يخشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاك يا أيها الإنسان مهلا من الذي بالله جل جلاله أغراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر